السلام عليكم. اليوم سنتحدث عن سيارة BMW للرحلة من فئة M. السيارة الرائعة التي لديها واحد تاريخ وعندها عشاق ديها. سنتحدث عن أول شيء. سنتحدث عن سيارة BMW. سيارة BMW. كانت هي كأقوى فئة التي قدمتها الشركة السيارة الفاخرة الألمانية BMW. ونظرا لما تتمتع له هذه الفئة من قدرات المحرك الاستندهائي. عنده واحد محرك يعني خاص ومعروف ديها BMW. ما كيش ليسي ما تعرفش ال BMW. وهنا واحد الموقع اللي تكلم على هات النسخة يعني الخاصة. الفريدة من النواة ديها. هات النسخة الخاصة الأفضل. اللي اه قدمتها ب BMW. اللي هو السيارة دي ال M. اه عبر التاريخ ديها من فئة M كاط و M تروى. هي عالية الأداء. وهنا كنا يعني واحد القائمة خاصة اللي طويلة بهات بهات النسخة هاتي. اللي طرحتها BMW من فئة M كاط. كانت في عام 2018. M كاط في 2018. هات النسخة هاتي. اللي هنتم تشوفون في الصور. اه اللي توفرت فيها. يعني واحد الميزة دي المحرك. يعني الموتور ديها. بالساعة ديه ثلاثة ليتر. في ثلاثة ليترات ديه. القوة ديه. هني. اه القوة ديه. اللي الحصاني ديه اعلى ب 20. حصان من فئة دي ال M كاط. تقليدية اللي كانت قبل. وبالنسبة الشكل اللي اللي كان رائع. تقليدية من M 3. وهذا نسخة دي ال M. دي ال BMW M 3. اللي كانت خرجات في 1988. الناس دي الجيل القديم. كانت يعني معروفة هات السيارة هاتي. واللي هي بوحد المحرك بساعة ديال. جوش فاصلة تلاتة ليتر. يعني الدورة ديال الموتور ديال. ديال البنزيل او ديازيل. هاد القوة. وكانت هي. فيها واحد القوة ديال. ماتين وعشين حصان. اللي كانت يعني معروفة. قديمة. هي للصورة ديال. يعني الصورة ديال. الصورة ديال. الصورة ديال. بي ام الحمراء. وهنا جدوا حاد نسخة خاصة ديال. بي ام دابليو ام كات سي اس. ديالتي هي كدلك جدت لنا غير مؤخرا. في الفين وسبعة عشر. حالتها هاد الشركة ديال. بي ام. اللي كانت هي ام كات. واللي عملت يعني بوحد المحرك بوحد الساعة ديال. تلاتة ليتر. اللي القوة ديالها. اربعمية و خمسين حصان. يعني. اربعمية و خمسين. للحصينة. واللي قوة هائلة. هي اللي باللون الازرق. احنا غادي نشوفها. هادي. بالضبط. من ناحية الشكل ديالها. وتصميم ديالها الرائع. والعجلة ديالها. واحتى القوة ديالها. يعني كانت يعني. تكلاست يعني من الاوائل هاد السيارة هادي. واللي يعني معروفة بثاف. وهنا جات ام ترويس بور. هاد ام ترويس بور. هاد ام ترويس بور. بتياجات يعني صراحة كانت قديمة. ولكن كان جات تتسعينت. لغادي نشوفها معكم في الصور. وتجي واحد نسخة اللي جديدة ديالها. هي هاد الشكل هذا. هي هادي. ربق الان يعني وصحيحها. يعني عنده واحد القوة. هاد ام ترويس بور فئة يعني تهياء ديال عام الف وتسعينة وتسعين. واللي المحرك ديالها دو فيرقيل سان كينة خمسة. جوش فاصل خمسة. ليتر. ديال دوران الموتو. اما بالقوة ديالها. فهي ماتين وتمينة وتلاتين حصان. فعلا هاد السيارة الرائعة. وخايا يعني الموضي الاقديم. ولكن كانت يعني. صح. والقوة ماشي بحل. اما بحلات السيارة الجداد. حتى الحديد يعني ديالها صحيح. بالشكل ديالها رائع. مع العلم انها. يعني ضافوا عليها بزال. ديالتحسينات. والشكل تغير. ولكن مع ذلك تتوقع. يعني سيارة ممتازة جدا. وحتى الشكل ديالها. في هذك الوقت كان يعني رائع. وبقات منافسة الواحد. خصوصا في الشكل ديال العجلات. الشكل ديالهم اليمنيوم. الشكل رائع. يعني. يعني الزواقة ديالها زوينا. كينا فئة بم دابليو ام كاد جي تي اس. تهي الشكل رائع. هذه نشوفه معكم في الصورة. باش نقربوكم. نعرفوكم عليها. اللي جات يعني ام كاد عام 2016. والتسيارة الرائعة. اي كديرك بالشكل الديزاين ديالها. وبالمحرك ديالها. وعملت هذا المحرك. فيها القوة ديال 493 حصان. يعني اتجي من بعد الصورة هذي. هي هذي. العجلات يعني. الشكل رائع يعني معروفة في الشكل ديالها. ورائع جدا. ويعني كان عليها واحد الاقبال بزاف بزاف. وباقي حد الان. باقي العشاق ديالها. من بعد جات كينا. احنا هما مشي بالضبط السنوات. ولكن تنشوفه يعني القديمة. ويعني. والشكل الجديد ديالها. من بعد جات هذي. بم دابليو ام ترواج جي تي اس. اللي جات بم يعني. جات في الفين و عشرة. اللي غادي تشوفوها. ايها السيارة هذي. الأورنج. تي الشكل رائع. خرجت في الفين و عشرة. وكان عنده واحد الاقبال. رائع رائع جدا. ومن بعد كينا الفئة ديال. بم دابليو ام كات. دي تي ام. تي رائعة. الفئة هذي. اللي جات في. الفين و ستاش. ولي جات واحد محرك. اللي قوة دياله. ربعمية و ثلاثة و تسان. حصان. ويا تي شكل رائع. اه. ومعروفا. هذي. شامبيو هديسيو. تي. اه. سيارة رائعة. اتجين بعدها هي السيارة البيضاء الشكل ديالها الديزاين ديالها رائع رائع جدا جدا وبالنسبة السيارة ديال BMW اللي هي سيارتها بخصا السيري هالسيري هادا اللي كان عنده واحد اقبل في السنوات دياله وباقي حد الان بم عالمية ومعروفة وحتى الشكل ديالها يعني شكل رائع ويعني سبور وتم ناحية ديال الصحة بالنسبة للموتور بالنسبة للقوة دياله بالنسبة للعجلات الشكل تصميم الخارجي والداخلي يعني شكل رائع وصراحة عنده العشاق دياله واللي هي بقى الان مقلاسية بم يعني سيارة اللي معروفة وهدا الصور اللي انا خليكم معاهم اللي كنا شفناهم كما تشوفوا هنا يعني الشكل للسيارة كان واحد تغير من بداية ديالها بخصصا من الموضي الالفين للفوق كلها كان تغير ومع ذلك الواجهة الامامية بخصصا للبارشوك والذي الأضواء تتغير بزاف وكما تشوفوا انها يعني سيارة رائعة تتمنى ان الفيديوين اللي اعجب ديكم قربتكم الصورة وعرفتكم بالسيارة يعني بم دابليو سيري ام هاد السيري هادا اللي يتكلم عليه وفيديو اخر ان شاء الله هاد نتكلمو على سيارة اخرى ومشاكل اخرى الى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله الى اللقاء